مرحبا يعطيكم العافية رح نشرح بهذا الفيديو طريقة عمل امتحانات على برنامج مايكروسوفت تيمز او مايكروسوفت فورمز بالواجهة العربية واللغة العربية بالبداية لازم ندخل على موقع مايكروسوفت فورمز الخاص بعمل الامتحانات على مايكروسوفت تيمز فرح ندخل على موقع باستعمال متصفح الانترنت اسم هذا الموقع forms.office.com كما يظهر على الشاشة امامكم الان بعد الدخول الى هذا الموقع رح يطلب منك احيانا تسجيل الدخول بحسابك الخاص بالتيمز نفسه او بفتح مباشرة اذا كنت مسجل دخول سابقا اذا طلب منك بريد الكتروني وكلمة سر بيجب ادخال نفس البريد الالكتروني وكلمة سر الخاص بمايكروسوفت تيمز طبعا بعد الدخول الى حسابك رح يطلع لك هنا جميع الامتحانات اللي قمت بانشاءها سابقا واذا ما كنت عامل اي امتحان وهي اول مرة بتدخل فيها على المايكروسوفت فورمز فرح يطلع هاي الشاشة فاضية ما فيه غير اول خيارين نيو فورم ونيو كوز طبعا الشاشة الان باللغة الانجليزية تظهر امامنا رح نتعلم انه كيف نحول هاي الشاشة للغة العربية في حال ظهر عندك الموقع باللغة الانجليزية لتحويل موقع المايكروسوفت فورم الى الواجهة العربية يجب تحويل نفس متصفح الجوجل كروم اللي انا شغال عليه الان او متصفح الانترنت لنحوله الى اللغة العربية الواجهة العربية فرح رح نختار على الثلاث نقاط بزاوية الشاشة على اليمين اللي هي فيها اعدادات المتصفح بعدين منختار اللي هي سيتنج اعدادات لمتصفح جوجل كروم بعد السيتنج اللي عندي هون بيطلع عندي أبيرانس المظهر تمام أبيرانس او المظهر منكبس عليها مننزل لأسفل الشاشة ونختار أدفانست هاي الطريقة اللي تغيير لغة الكروم لاحظوا طلع عندي هون Language English اذا المتصفح يظهر باللغة الانجليزية فرح اغير اللانجوج واختار Arabic هاي شايفينها هون موجودة نكبس على الثلاث نقاط بجانبها ونختار Display Google Chrome in this language او عرض جوجل كروم في هذه اللغة بعدين بيطلع لك خيار او ملاحظة انه لازم تعمل اعادة تشغيل للمتصفح فبتضغط على هذا الزر عشان يعمل اعادة تشغيل للمتصفح ولاحظوا الان قام المتصفح بتغيير اللغة كاملة للغة العربية الان عند الدخول لموقع Microsoft Forms نرجع على Microsoft Forms لاحظوا انه تم تغيير الموقع ايضا للغة العربية الان عشان انشئ امتحان جديد وهذا هو اصلا موضوع الفيديو الان لكن بالبداية اطرقت لموضوع اللغة نختار اختبار جديد لاحظوا ان في عنده خيارين نموذج جديد او اختبار جديد نختار اختبار جديد وهذا مهم نختار عليه لانه اذا اخترنا نموذج ما رح يزبط معنا الانتحان نختار خيار اختبار جديد والان طلع لي هنا خيار انشاء امتحان جديد رح نختار هنا او ندخل عنوان الامتحان مثلا امتحان امتحان تجريبي تمام بعد ادخال عنوان الامتحان في الخان الاولى الان رح اعمل اضافة للسؤال الاول بكبس اضافة جديد وبطلع لي هنا عدة خيارات للاسئلة الامتحانات منها اسئلة اختيار من متعدد منها اسئلة النص انه الطالب يكتب الجواب كتابة منه اسئلة تاريخ في بعض العنوين او يعني انواع اسئلة اخرى موجودة في مايكروسوفت تيمز رح نختار الخيار الاول اللي هو اسئلة اختيار من متعدد فمنختار الخيار اللي هون عندي اسمه اختيار رح يطلع عندي السؤال ورح يطلع عندي الخيارات والاجابات رح يطلع عندي مجموعة من الخيارات خلينا نتطرق الآن نكتب نص السؤال مثلا ما هو ناتج جمع خمسة زائد ثمانية هاي كتبت السؤال الاول هنا في الخان الاولى تمام الآن خيارات او الاجابات رح نحط الاجابات مثلا سبعة تلتاش تنين طبعا نعمل انتر عشان نضيف لي خيار جديد مثلا لا شيء مما ذكر لاحظوا هيك انا قمت بكتابة سؤال وبكتابة الاربع خيارات او الخمسة او كدبا بدك تحط خيارات هنا يمكنك تكتب ارقام او نصوص هون وهيك الآن قمنا بكتابة الاسئلة كاملة واجاباتها تمام الآن في خيارات مهمة رح نحط الخيار اللي هون اسمه مطلوب نفعل عليه باللون الاخضر بحيث انه يكون اجابة هذا السؤال بشكل اجباري اجابة هذا السؤال بشكل اجباري تمام انه نحط خيار المطلوب النقاط هون لازم نعبيها مثلا كم علامة بدك على هذا السؤال على سبيل المثال بدأ حط علامتين على هذا السؤال فبحط النقاط اثنين طبعا ما بصير تحط اجزاء يعني تحط مثلا واحد ونص او نص علامة لازم يعني أرقام صحيحة فحطيت أنه علامتين على هذا السؤال تمام الآن بقى عندي آخر شغلة أني أعمل أحدد أي وحدة من هاي الخيارات هي الإجابة الصحيحة للسؤال بحيث يقوم النظام بتصليح الامتحان بشكل تلقائي لاحظوا عندما تأشر بالماوس على أي واحدة من هاي الإجابات بظهر عندك مجموعة من الخيارات لو حذف للإجابة نفسها أو اختيارك إجابة صحيحة فراح أروح عند الإجابة الصحيحة هون اللي هي 13 وأختار عندها كلمة الصح هاي أكبس عليها وبالتالي طلع بجانب هاي الإجابة اللي هي الإجابة الصحيحة وبالتالي هيك الآن النظام بيفهم إنه الإجابة الصحيحة هي با الآن لإضافة سؤال آخر هنا عملت سؤال رقم واحد أضيف سؤال رقم اثنين نكبس إضافة جديد ونختار أيضا اختيار هاي السؤال رقم اثنين هون طلع عندي مثلا أي من التالية يعتبر من الحيوانات مثلا نحط هون الجواب الأول مثلا حطيت ثلاث إجابات ولاحظوا الآن بإمكاني أعدل النقاط بما أني حطيت للسؤال أول نقطتين أو علامتين إذن هو بيعتبر باقي الأسئلة عليها النقطتين بإمكانك تعدل لاحقا هذا الرقم مطلوب أيضا بظلها مفعالة هون عندك كأنك عملت بأول سؤال نفس هذا الخيار إذن الآن بقي عندي أحدد من الإجابة الصحيحة وبحدد هاي الإجابة الصحيحة الآن بنفس الطريقة بتقوم بإضافة أسئلة إضافة جديد إضافة جديد بتضيف أسئلة هون عندك طب أنا لو عملت إضافة لسؤال اختيار واضفت سؤال بشكل خاطئ له سؤال رقم ثلاث كيف بدي أحذفه رح أكبس على السؤال نفسه بحيث أنه يسمح لي بالتعديل عليه ولاحظوا في أعلى الشاشة في زر حذف حذف السؤال بين حذف هذا السؤال وهيك الآن بتضيف الأسئلة عندك بإمكانك إضافة سؤال تطلب من الطالب أنه يدخل اسمه مثلا إضافة جديد اختيار عفوا نحذف السؤال إضافة جديد بس هالمرة نختار نص بحيث أنه الطالب يكتب نصوص نختار نص وفي السؤال هنا الرجاء إدخال إسمك الرباعي تمام وهذا السؤال بتاع إدخال الاسم بنحط عليه النقاط صفر تمام بحيث أنه ما يحسب له علامات من علامات الامتحان وهو فقط لإدخال اسم الطالب إذن الآن طالب بتعرض للسؤال وبطلب منه إدخال اسم الطالب طيب هذا السؤال رقم ثلاث أنا إدخال الاسم بدي أرفعه بالبداية يكون تمام يعني هذا السؤال اسم الطالب بدي أحطه أول سؤال عشان يطلع برأس الامتحان بكبس على هذا السؤال من حيث التعديل ولوحظوا فيه خيارات الأسهم من أنك تقدر نقل السؤال الأعلى أو نقل السؤال الأسفل بكبس نقل السؤال الأعلى وكما مره هيك الآن نقلت السؤال صار هو سؤال رقم واحد وسؤال رقم اثنين وثلاث اللي كتبتهم سابقا عندي هون بحيث الآن صار الامتحان أول سؤال ادخال الاسم وبعدين تظهر باقي الأسئلة الموجودة عندي هون طيب الآن بنفس الطريقة بقوم بإضافة أسئلة وإضافة الإجابات الصحيحة ونتأكد أن كل سؤال حطيت له إجابة صحيحة وبظهر جنب الإجابة الصحيحة إشارة الصح اللي هنا شايفينها بتظهر جنب الإجابة الصحيحة مباشرة بعد الانتهاء من كتابة الأسئلة كاملة عشان تتأكد من علامات الامتحان بأعلى الشاشة بجانب اسم الامتحان بيطلع عندك كم علامة على الامتحان كاملة طلع عندي أربع نقاط إذن هو عندي سؤالين بكل سؤال بعلامتين وهذا السؤال صفر علامة إذن أنا هيك إعداداتي صحيحة لا إلى السؤال طيب الآن بظل عندنا خيار كيف أضبط إعدادات الامتحان وكيف أشاركه مع الطلاب ضبط إعدادات الامتحان بيكون عن طريق ثلث نقاط بزاوية الشاشة على اليسار بجانب كلمة المشاركة اللي هي الإعدادات تكبس عليها وبتختار أيضا كلمة إعدادات مرة أخرى والآن هاي إعدادات الامتحان أول إشي لازم تعمله أنك تلغي أول خيار اسمه إظهار النتائج تلقائيا وهذا الخيار بمنع أنه العلامات تظهر للطلاب لكن يتظهر فقط للمدرس ولاحقا هو يقوم بنشرها للطلاب طبعا ليش بنلغي هذا الخيار لأنه إذا ظل الخيار هذا مفعل بعد انتهاء الامتحان بيظهر الإجابات الصحيحة للطلاب وهذا إشي خاطئ تمام بصيروا ممكن يشاركوها مع بعض الآن بتتم عمليات الوش إذن الآن أنا بلغي تفعيل أول خيار اللي هو إظهار النتائج تلقائيا بك بس عليه بحيث أنه تم إلغاء هذا الخيار الخيار رقم اثنين أنه لازم يكون مفعل الأشخاص في مؤسستي فقط الرد وتسجيل الاسم واستجابة واحدة لكل شخص كما هي الإعدادات بشكل تلقائي لكن تأكد مرة أخرى أنها مفعلة بنفس هذه الإعدادات بحيث أنه ما أحد يقدر يفتح الامتحان إلا من نفس الجامعة أو من نفس المدرسة ويسمح للطالب بمحاولة واحد فقط للانتحان يعني ما بقدر يرجع يدخل على الانتحان مرة ثانية تمام؟ طيب الآن هون عندي بقدر أضيف خيار أنه تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء يعني أحدد متى بيبلش الامتحان وبنتى بينتهي الامتحان بحيث أني أقدر أرسل رابط الامتحان للطلاب أو أنزل الامتحان للطلاب لكن الامتحان ما بيفتح إلا بوقت وساعة معينة وبينتهي بوقت وساعة معينة وهذا الأشي كويس بحيث أنك تبرمج الامتحان مسبقا طيب منحط تاريخ البدء هون منفعل عليها الصح وبطلع لك هنا متى التاريخ اللي حاب يبلش فيه الامتحان إحنا اليوم 29 تسعة حاب يبلش الامتحان الساعة 12 الظهر تمام؟ إحنا ساعة 11 وعشرين الآن بدي يبلش الساعة 12 الظهر تمام؟ تاريخ الانتهاء برضو بفعل عليه وبدي يخلي الامتحان ينتهي مثلاً ع 12 و45 هيك الآن رابط الامتحان لما تبعثه للطلاب رح يفتح على الساعة 12 ظهراً بالضبط وينتهي الساعة 12 و45 طبعاً هون ملاحظة بسيطة إنه إذا الطالب صارت الساعة 12 و45 أو 12 و46 جاوز الوقت ما رح يقوم بإرثال إجاباته نهائياً ولا رح يوصل عندك أي إجابة من الطالب إذا تجاوز الوقت يعني مش إنه مثلاً حل عشرين سؤال من أصل ثلاثين بيوصلوا لك العشرين سؤال لا ما بيوصل ولا أي سؤال نهائياً فإنتبه هون بالنسبة للوقت ونبهها الطلاب على الوقت إنه يلتزموا بالتسليم قبل الموعد وللإحتياط بالدقيقة أو دقيقتين عشان ما يروع عليهم وبإمكانك أيضاً إضافة وقت إضافي للطلاب مثلاً أنا بدي الانتحان 45 دقيقة ممكن أعمله لساعة وحدة وأضيف ربع ساعة هاي مثلاً بحيث إنه الطلاب يقدروا يرسلوا إجابات أو إذا واحد يتأخر في إرسال الإجابات إنه يقدر يرسلهم قبل انتهاء الموعد فهاي تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء هاي عشان تحدد متى ببلش الامتحان ومتى بينتهي في عندي خيار هون أن تبديل ترتيب الأسئلة عشوائياً فهذا بفعله هون بصير عندي الآن الامتحان يخربط الأسئلة بشكل عشوائي يطلع للطلاب يعني ما بيطلعوا بنفس الترتيب بكل مرة للطلاب بيطلع بشكل عشوائي هذا الأسئلة للطلاب ولاحظوا أنه هون أنا كونه السؤال الأول عندي اللي هو إدخال الاسم بالتالي لازم نعمل هالشغلة اللي هي هون نختار خيار تأمين الأسئلة ولحط الأسئلة من واحد إلى واحد هذا الخيار اللي عملته الآن تأمين الأسئلة إنه هذا السؤال الأول فقط بيضل ببداية الصفحة وباقي الأسئلة إنه يقوم بعملية خربطها بحيث إنه كل مرة يطلع للطلاب يعني الامتحان بيترتيب مختلف وهذا الإشي بيقلل من عمليات الغش عندنا فأنا عملت هاي الحركة تأمين الأسئلة من واحد إلى واحد بحيث أنه يثبت لي السؤال الأول وباقي الأسئلة يصير فيها عملية الخربطة تمام؟ إذا ما كان عندك سؤال اللي هو لإدخال الاسم فقط أسئلة امتحان بإمكانك أنك تعمل كافة الأسئلة هون وفقط ما تعمل هذه الحركة تاعة التأمين الأسئلة بحيث أنه يثبت السؤال الأول تمام؟ آخر إشي أنه ممكن تخصيص رسالة شكر بتقدر تكبس عليها وتفعلها وبتحط هون رسالة تظهر للطالب بعد إرسال الامتحان يعني بس يعمل طالب سبمت أو يعمل إرسال للإمتحان بيطلع له هاي الرسالة مثلا تم إرسال إجاباتك سأقوم بنشر العلامات لاحقا تمام؟ هيك الآن مسجها يتضر للطالب أو الرسال يتضر للطالب وهيك الآن بيعرف أنه الامتحان تم إرساله والعلامة وصلت للمدرس طيب أنا قم بضبط الإعدادات هاي كاملة وهقدد كل أمور كما هو بالشاشة أمامكم الآن وملاحظة بسيطة أنه جميع التغييرات اللي عملته هون يقوم البرنامج بحفظها تلقائي ما في خيار حفظ أو سيف بحيث الآن لو طلعت من الامتحان ورجعت عليه مرة ثانية رح يلاقي كل شي محفوظ ما في خيار سيف فكل ثاني أنت بتدخل فيها تعديل بتم حفظه تلقائيا على النظام طيب الآن رح نختار كيف ضبط الإعدادات وتأكد من امتحاني كيف بدي أشاركه مع الطلاب رح أعمل الآن خيار مشاركة وبعدين هون في عندي رابط الامتحان بعمل الآن نسخ وهيك الآن هذا الرابط الامتحان جاهز الآن هذا الرابط بقوم بإرساله للطلاب مثلا بنزله على المايكروسوفت تيمز والطلاب الآن بيقدروا يفتحوا على الامتحان ويجاوبوا ويرسلوا لك الإجابات طيب خليني أخذ هذا الرابط وأدخل عليه أو أرجوكم شو بيطلع لي لم أدخل على هذا الرابط هاي لسق وهاي enter لاحظوا أنه الآن طلع لي خيار لا يمكن رد على هذا النموذج الآن وهذا يعني أنه الامتحان لم يحن موعده لأنه أنا برمجه من 12 لا الوحدة ظهرا بدي أرجع أسكر الرابط وأرجع على الإعدادات عشان التجريب فقط بدي أشيل تاريخ البدء يعني بدي ألغي تاريخ البدء للامتحان بحيث أنه يبدأ الآن الامتحان بقدر الآن أفتح وأنسخ الرابط وأعمل لسق وأدخل على هذا الامتحان لاحظوا الآن فتح معي الامتحان بحيث أني عدلت الإعدادات وفتح معي الامتحان لاحظوا بيطلب منك إدخال الاسم السؤال الأول والسؤالين على شكل ضع دائرة ثم خيار إرسال لإرسال الامتحان خيار ندخل الاسم مثلا ونجاوب الأسئلة نعمل إرسال وهيك بيطلع عند الطلاب طبعا بيطلع له تم إرسال أجابتك وهيك الامتحان تم إرساله إليك طيب الآن الطلاب قدموا الامتحان كيف بدي أشوف علاماتهم بعمل على مايكروسوفت فورم برجع ولاحظوا أنه طلع عندي هون استجابة واحدة تمام طلع عندي استجابات طلع عندي واحد قام شخص واحد بحل هذا الامتحان وإرسال إجابته كل ما يسلموا الطلاب بيطلع عندك هون الاستجابات بزيده ثلاثة أربعة خمسة بحسب عدد الطلاب اللي عندك طيب الآن كيف بدي أرجع أشوف العلامات خلينا أغلق كل إشي هون بحيث أنه نرجع من جديد لموقع مايكروسوفت فورم اللي دخلنا عليه بالبداية عفوا موقع فورم برجع بفتع عليه ولاحظوا أنه هون بيطلع لك جميع الامتحانات اللي عملتها سابقا ولاحظوا هاي امتحان تجريبي اللي عملناه الآن بيظهر لك بأسفل اسم الامتحان عدد الاستجابات نكبس عليه امتحان تجريبي وهي امتحاني أنا وهي الاستجابات اللي هم علامات الطلاب اللي عملوا الامتحان لاحظوا أنه هون بتكبس على الاستجابات بعدين في خيار اسمه فتح في اكسل فتح في اكسل هنا بينقلك هاي العلامات كلها الى ملف اكسل بحيث انك هاي قام بتحميل ملف اكسل بحيث انك تشوف العلامات باكسل وترصدهم للطلاب فلاحظوا هاي ملف اكسل تفصيلي بجميع اللي هم معلومات الطلاب طلعوا الان شو بطلعلك وقت البدء وقت الانتهاء البريد الالكتروني للطالب اسم الطالب تمام النقاط اللي حصل عليها نين علامة الانتحان يعني وباقي تفاصيل الاجابات بالاعمدة التالية اللي عندك هون فهذا ملف في الاكسل خلنا نعملكو عليه زوم وهاي هوا بطلعلك كل تفاصيل الطالب اللي عندك من معلوماته ما تبلش الامتحان ما تخلص الامتحان شو ايميله شو اسمه قديش العلامات فانت بهمك هاي الخانة اللي هي اجمالي النقاط اثنين من اصل علامة الامتحان اللي هي اربعة من عندي تمام وباقي الاعمدة بتظهرلك كل طالب شو جاوب بالضبط فهيك انت الان تعلمنا كيف نعمل الامتحان وكيف يتصلح تلقايم النظام ونزله على شكل ملف اكسل بهاي الطريقة اللي هون بتمنى اكون نفيدكم بهذا الشرح ويعطيكم الف عافية